التلاميذ جزائيين مقبلين على امتحانات نهاية السنة ننصحهم ونقول لهم ربعا النصيحة تكون على حسب الوقت اللي راني نهدر فيه خاصة في هذه المرحلة يعني كان ربما تسألني هذا السؤال من قبل نصيحتي راح تكون بشكل بشكل آخر أنا راح نتفاعل ونقول لهم للتلاميذ يعني الباكالوريا هو امتحان ما لازمش يكون الهاجس كبير بالامتحان عادي اللي يخدم له بشكل عادي ينظن يدي الباكالوريا التاع يكون تميز ما نكتفيش بالمتوسط بالمعدل عشرة باش نجيب الباكالوريا ايضا الباكالوريا هو امتحان يعني كل اللي يجيب عشرة يدي يعني ماهوش عبارة عن مسابقة ولا هذا يتوقف على مجهوداتك ويتوقف على ما تقدمه في الامتحان نقول له فقط أن التحذير تاعك يكون منضبط إذا كان فتك أشياء كثيرة ورق تحت ضغط كبير حاول كيف أستدرك ما يمكن استدركه دون الضغط دون إلى آخره أيضاً قلنا الهاجس اللي تكلمنا عليه قلنا ما لازمش يكون ضغط كبير خير الأوقات اللي عندنا وما وش وقت اللي نقول نظمك ما لازم الحال إذا كانت عندك نقائص كبيرة نظم وقتك على حساب وش ركت يعني على حساب الأشياء على حساب الطريقة اللي تساعدك والوقت اللي يساعدك والأولويات لأن التلميذ فعلاً سواء في رمضان في رمضان خاصة بمعنى أنا في رمضان أننا يعني وكان النوم يكون مبكر ممكن ند الصباح ونخدم بشكل عادي لفترة معينة وبشكل متقطع يعني لما نتعب إلى آخر بشكل متقطع نغير وراجعة المواد ما راجعش نفس المادة بشكل مستمر طوال اليوم حتى ربما نغير في المواد باش نستمر أيضاً نزبط النقائص اللي عندي نحددها أولاً اللي نقدر نستدركها بشكل مباشر لأنها ما هوش بحجم كبير نستدركها لأنها ما زال هذا الوقت هذا اللي عندي الأشياء اللي نشوف روحي أنني نصعب يصعب استدركها يعني نحاول كيفاش نعالجها بشكل يعني ندير أولويات ونحاول كيفاش ولو أنه منهجياً ولا بالمعايير البدوجية غير مقبول لكن أنا نصح في تلمير اللي روح يجيب البكالورية رغم النقائص رغم أنه ربما ما ننتزمش بشكل كبير طوال السنة لأن العمل بالنسبة للقطاع التربية أو في المدرسة بصفة عمل وعمل مستمر نظام عمل مستمر إلى آخره لكن تلميذنا ربما ينقصهم هذا الشيء الأسباب اللي كنت نذكر فيها من قبل أيضاً يكونوا متفاعلين ما يضغطوش النوم مبكر شوف النوم مهما كان سواء في هذه الأيام النوم المبكر وفي وقت محدد لأن الصومي هذا كريباراتور هو النوم اللي يكون مبكر ما هو النوم اللي يكون على ثلاثة من ثلاثة ترقدمام حتى الثلاثة عن نهار ما عنده حتى ما عندهش فايدة يعني ما منتها تقول عوض لكن ما التعويض يكون في الوقت اللي ترقده بشكل منظم حتى وإن كان فترة وقسيرة إذن نقوله كين خاتش التناميد يقولك الليلة طبعاً هذه عندها نعكسات ربما كتحس بلي راجعت وبذلت ربما وستغرقت وقت كبير لكن عنده نعكسات فيما بعد يعني انتركت الظنب اللي هذه الليلة لكن ممكن في الليالي الجاية ولا في الأيام المقبلة ربما راح يطلب وقت للاسترجاع كبير باش تعاود تسترجع وتحسره أيضاً كله بلي كتروح للامتحان متعب ومنهك في امتحانات أربع ساعات ربما في المواد الأساسية تقعد أربع ساعات أربع ساعات ونصف وهي مواد أساسية إذن إذا رحت منهك وقربت إلى آخر يوم وانت تراجع بشكل كبير راح في التركيز يقل لأن التعب ينعكس بشكل سلبي على الجسد ورح يقل التركيز بالنسبة لك ربما الأشياء التلميذ المجتهد وتلقى أشياء ربما بسيطة وتروح له في هذهك وهذا نقول له جهد جنب هذا لازم في الأيام هذه لازم تعاود كيفاش تنظم النوم متاعك يعني تأخذ الوقت الكافي من النوم حتى تسترجع القوى التعاك لأن هذا هو طبيعتنا هذه أنك لازم تسترجع القوى التعاك باش تعاود أو لازم تأخذ فترة الراحة والنوم إلى آخره إذن أزبط الأكل تأكل بشكل عادي يعني ما تخليش الامتحان هذا ينعاكس على نفسيتك وتولي ما تأكلش ولا ما تولي لأن كل الأمور مرتبطة ببعضها ما هذا الأكل ولا النوم ولا الراحة والمراجعة إذن نراجع بالشكل ونتمنى لهم أكيد هذا ما نتمنى لهم توفية النجاح النجاح